بسم الله والصلاة والسلام على مولانا ورسول الله الأخوات كديرين لبس عليكم بخير نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفحص الأحوال واللي أول مرة كيشوف القناة ديالي كنقولي مرحبا بيك واشترك معايا وفعل زل الجرس باش يوصلك إن شاء الله كل ما هو جديد مرحبا بمتتبعات الغاليات اللي دائما معايا في القناة ومرحبا بمتتبعات لي الله التحقبية كنقول لكم مرحبا بيكم ونتمنى إن شاء الله تستفدوا معايا في الفيديوهات اللي كنزل ونتمنى إن شاء الله تكملوا الفيديو حتى الأخر باش تستفدوا مزيان اليوم في هاد الفيديو رشيمة جديدة ونتمنى إن شاء الله تتبعوا معايا مزيان وتركزوا معايا في طريقة باش خدمت باش إن شاء الله تتعلموا ضغية وتستفدوا باش مركزتوا مزيان على طريقة الخدمة باش مكيسهر عليكم أنكم تعلموا بديت أول حاجة بهاد العريشات هادو كيف تشوفوا طريقة بيش خدمتهم يعني كان خدم دائما في نفس التيجة كان حاول نخدم ويكونوا عندي الخطوط ديال هاد العريش يكونوا عندي في نفس التيجة كان خدمها بالخطفة عندما كيف تشوفوا دائما العرض على الحد وكان بقى طلعا نزل يعني بالمرة ما كان بقى نحركها هاكا من الفوق لتحت ردتوا معايا البال عندما كيفاش نو غازين خدمها هاد العريش هادا او لهاد الوريقة هادي يعني كان خدم وكان عمر في نفس الوقت بالخطفة وكان نحاول نحتارم هدك الخطوطة اللي عندي ديال هدك الوريقة كان نحاول نحتارمها ما نخرشش عليها باش كتجيني الرشمة هي هدك رضو معي البال دائما اللي على الرادرة هو مخدوم على الحد دياله وكان بقطع العنازلة باش كيجيوني الخطوطة في نفس الاتجاه وكتجيني هدلوريقة كتجيني في شكل ديالها كتجيني زوين هدلوريقة هدي رح كتجي المبتزيئات كتجيهم شوية صعيبة ولكن إلا تبعتون إن شاء الله طريقا فهي رح تبقى جيكم سهلة إن شاء الله دائما فاش مكون كان نخدم رضو معي البال مزيان هانتوما كان نخدم العراد كان بدا من التحت ونخدم العراد وطلع هانتوما كان بقطع العنازلة وكان عمر كان عمر في نفس التيجاه ومنين كان نكمل الورقة اللولة وكان طلع الورقة الثانية كان نخدمها حتى هي بنفس الشكل دائما من الفوق للتحت الخطوطة كيكون غاديلية في نفس التيجاه حيتي إلا خدمت كل ورقة خدمتها بوحدة وخدمتها بطريقة بوحدة فالشكل النهائي ديالها ما كيجينيش مزيان فمن الأحسن أنكم تخدموها بهالطريقة بحال هكا بالخطفة من الفوق للتحت انتوما كتخدمو انتوما كتعمرو وشكل ديالها في الخر كيجي مزيان راح الطريقة ديالها إن شاء الله إلا تبعتوها سهلة في الخدمة مشي شي حاجة اللي هي صعيبة أردو معايا البال العرّض ديبارها مخدمة العرّض على الحد دياله وكان مقطعا نزلة يعني الخطفة هي شي حاجة سهلة ما مشي شي صعيبة من بعد ما عمرت اللولة فكان صاوب عودتني المرمى بش جيني فيها الخدمة هي هاديك وجيني في نفس التيجاه وكان مقطعا نزلة وانا كان عمر أردو معايا البال دائما العرّض لحد دياله وكان مقطعا نزلة معاها مزيان حتى تتعمر وبش ما عمرتها مزيان بشكل ديالها كيجي زوين في الأخر بزاف الأخوات كيجيوهم هاد شكيلات هادو ديال هاد الوريقات وكانين بزاف الأشكال أخرين كيجيوهم صعابين إن شاء الله أنا مرة مرة هاكم نبقى نجيل فيديوهات نبقى إن شاء الله نجل لكم لحسب الرشمة شنو كيكون فيها بقى إن شاء الله نشرح لكم هادو خلاص الوريقات بتدوار المرمى رأس بقى اللي ودرتهم معاكم في فيديوهات سابقة ممكن ترجعوا للفيديو اللي درت وقيلة فهاتس همانة هادي فرأة غتتلقوا فيه غتتلقوا فيه طريقة باش تخدموا الوريقات ويجيوكم إن شاء الله سهلين وتعلموا ليهم دغية هنه جيت الوردة الوردة حتهية منك كما غير نخدمها كنخدمها بتدوار المرمى كيتا نقول لكم دائما أول حاجة باش تدوار المرمى يجيكم ساهل أول حاجة خاصة تكون المرمى صغيرة ما تكونش مرمى كبيرة إلا كانت مرمى كبيرة فرا هي غادي تعذبك وما غادي تجيب لك الضورة كاملة على الوردة غادي تطري تخدمي النص ديال الوردة تخدمي النص من التحت ونص من الفق اللهم خودي المرمى الصغيرة اللي تقريبا القطر ديالها وش ما بقيش عقلت وش 30 أو 26 مهم صغيرة مش ديك صغيرة بزاف تاني حاجة يدك ما تكونش مزيرة لك على المرمى بزاف يعني كتخدمي ونتي رخفة فيك النفس بس ما تكونش مزيرة إلا إلا التعصب تصيق فرا ما غاديش تعلمي وغادي ضر كتافك وما غاديش تقدري تستحملي يعني هو الواحد إلا كان معصب ماشي هي إلا كان متلوق الرخفة في النفس أنا كانت علم ماشي يخدمه في شي بياسة ديال مولاتها غادي نخسرها لها أو لا ماشي مشكل نخدمه ورده وتخسر لي ونعاوه تاني وحده ونعاوه تاني لأخرى حتى وكانت علم بشوية يعني الرخفة في النفس ومن تعصبش دائما نقول لكم ما تعصبوش معات دول المرمى حاجة أخرى هي فاش كان نجي كان دول المرمى يديه وما ليتي يكونوا موركين عليها ما تنكونش ضغط عليها بيدي يكون ولا هي أولا متكي عليها فهذا خطأ كيديروه بزاف الأخوات كيتكي ويديهم على المرمى ها ككرا المرمى ما غاديش تطور لك ردو معايا البان فرا هي ديالي صريا هي اللي متحكمة ليه في المرمى هي اللي موركة عليها يوجد ردو معايا النسماء واليد اليمنى هي اللي كندور بيها المرمى واليد اليسرية هي اللي موركة عليها الذين يقومون بشكل مرمى هذه النصائح يمكنكم سيسهلوا عليكم بزاف ديال الحويج ومنين كان يكون كنخدم الوردة فرضه معايا البالخ نخدمة العراض على الحد دياله وكان قاك ندور منين كان نوصل الوسط ديال البيتلا كان نقص شوية العراض باش كان نحتارم هذك الشكل ديال البيتلا اللي هو دير بحال القليب كان نقص العراض من داك الوسط ومن بعد كان عاوتنين نخدم العراض على الحد دياله أنا يضايرا دائما يديك الدور ليا المرمى البنات ميجيكمش تعلم شي حاجة صعيبة ولا مستحيلة كيتا نقول لكم دائما راه انتوما كتحكموا على راسكم يا اما بالنجاح يا اما بالفاشل الى حكمتي على راسك بالفاشل من الول انك كتقولي ما غاد يجيك الحاجة صعيبة يا ما نقدرش عليها ولا بتعلمت شوية صفي ذيك الحاجة ما يمكن ليش ما زال نتعلم ليها وكتجيك الخدمة شي حاجة اللي هي مستحيلة ما تصعب بهاش على راسك كما تعلمنا ان شاء الله راكم حتى انتو ما غدي تعلموا فكي خصير الصبر والعزمة والاسرار وحب هاد الميدان هادا الى كنتو كتحبوا هاد الميدان هادا فرا غادي تعطيو فيه بثاف هنا يرشي مات من بعد ما كملت قاع الوريقات اللي عندي والوريضات وكل شي بالحرير بالثلث السقلي وهانتو ما كتشوفوا الطريقة باش كنزوق به هاد العريشات هادو اولا هاد الوريقات مشيت مع الحشية ديالهم كاملة بالطرز وفي الوسط ديالهم مشيت معاهم خطيطات كلا بليسة كندير فيها خطيط باش كتزوق ليه مزيان وهاد الوريقات هادو كما كتشوفوا فكنخدمو محتهوما بثقلي دائما بخياطة كنخدم العراج شوية هير شوية الجهد اللي يبن ليه فيه يبن ليه فيه السقلي هنايا كنجيل خطيطات هاد الاخطيطات صار حكي يعطيو الرشمة وحد الجمالية وهاد الوريقات ردو معي لبال كيفاش نحتهوما نفس الشكل دائما بخياطة كنخدم العراج دائما نهيب شوية وكنحاول نخرج من الورقة باش السقلي ديالي كيجيني خارج على الورقة كينين طرق بزاف باش تزينو هاد الوريقات اولا باش تفنو في الخدمات ديالكم كيبقى لكم الاختيار في الطريقة باش بغيت يتخدمو الرشمة ديالكم نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني كيفاشنو شرحت لكم يعني كنخدم العراج جير شوية وكنخدمها بحال الخياطة غادية جاية هنا كنخدم معليفات وكنخدم العليفات ردو معايا البال كنخدم معليفة وكننقص العراج وكننزل الرقيقة حتى للتحت والوريقات بالطريقة اللي سبق ليه شرحت لكم دايما بخياطة وكنخرج على برات ديال الورقة ديال الورقة عفوا انه دايما الورقة والوردة متالفي ليا هاد شكل هكا ديال الوريقات مني كتفني فيهم فكيعطي منظر زوين زوين بزاف للرشمة هنا كما كتشوفوا الرشمار اللي رشمت في اهير دك الشي اللي هو اساسي وهاد الشي ديال الزواق من بعد زفا ما رشمتوش حاولت نديروها كهير عشوائي البلاصة اللي بنت ليه خاصها كندير فيها البلاصة اللي مهم خدمت هادا كالزواق عشوائي هانا ايا كندير هادا الخطيطات هادول فيهم معليفات من الفوق وكان حاول نديروها كبر من الاخرى باش كيعطيني شكل ديالهم زوين وستقلي دائما كنحاول نتقل رجليه على الخدمة لانه استقلي الخيوطة دياله رهما رقاقين فإلى زربت في الخدمة كيبقى كيبالي الفراغ من التحت اللهم ما كنعطيه وقتو كنتقل رجليه على الكسيراتور باش كتجيني الخدمة عامره هو بعكس الحرير الحرير وخامن نتقلوش رجليه على الكسيراتور فهو كيجي عامر اما السقلي فاكيجتلكم الخيوطة دياله رهما رقاقين بزاف كيخصو شوية الخدمة هكا نبقيت مستمر هكا مع الرشيما ديالي كما شفتو بتقنيت لي هما ساهلين يعني ما تخلعكم شرشما مني تبقوا تشوفو شرشما في الولد وتخلعوا منها وتقولوا هدي صعيبة او لا بالعكس توكلوا على الله سبحانه وتعالى بنت لكم شرشما صوروها خدمو عليها رسموه هي بيديكم رسمو وريقات رسمو عريشات المرمى رهي قدامك والماكينة رهي قدامك هادشي باش مزيان تكون عندك الماكينة في الدار فهادشي كيسهل عليك انك تتعلمي ضغياء حط المرمى قدامي ونرشم ما تخافيش انك تخصري ماشي مشكلة تخصري اليوم او تخصري غدا وما تتحبطيش منينك تشوفي راسك ما تعلمتيش او لدك النهار ما ازدتي فيه اتشي حاجة ما تعلمتي فيه اتشي حاجة ما تتحبطيش ما يبقاش فيك الحال هاد النهار ما تعلمتش فيه هاد السمنة كاملة ما تعلمتش فيها اراه النهارة ان شاء الله جاين الى كنت انا يبغي نتعلم وعندي ديك العازمة والاسرار مزيانين باش نتعلم فراه كوني على يقين انك اختيه غادي تعلمي وغادي تولي ان شاء الله مع المدة محترفة تشي واحد ما تزد معلم كاملين بينا بدينا من الصفر كاملين بينات احنا يا كنا كانت تعلموا وباقي كانت تعلموا لحد الان فما نقولوش راحنا تعلمنا انا نهضر على راسي فما نقولش اني تعلمت فباقي كانت تعلم الانسان عمرو ما يقول انا يوصلت وانا يتعلمت ومن ومن يقسوش وهاكا بقيت مستمرها كام عرشي ما ديالي حتى كملتها كاملة الوريضات حتى هم ما تشوفوا الطريقة باش زوقتهم انتوما الورضة كندير فيها حتى هي عريشات كنخرجهم من وسط منها والصراحة منظر ديالها زوين بزاف عجبني وهدا وكان نزوقها من الوسط حتى هي بسقلي دائما بخياطة بسقلي هاد مني كتكوني مدخلة سقلي في الخدمة فمن الاحسن انك تدخليه فسط هادو كل العريشات والوريقات باش كيجيش كل مواتي في الخر انتوما رضوا معي البال كندير عليفة وكننزل بخياطة رقيقة وكندير هكا عريشات عيني ميزاني عشوائي انتوما كتشوفوا اني ما رش مهمش ولكن عينك ميزانك والوردة من الوسط فانا كنزوقها هكا بخطيطات كيجيش كل ديالها زوين بزاف وبقيت مستمر لها كام عرشي ما ديالي حتى اكملتها كاملان اتمنى ان شاء الله تستفدوا معي في هاد الفيديو هادا وتستفدوا من هاد التقنية هادو ديال الطرز وتطبقوهم ان شاء الله وكي كنقول لكم دائما العزيمة والاسرار كامغين شجعكم دائما وكنعرف بانه بزاف الاخوات كيسمعوا هاد شجيع ديالي وكي وكي طبقوه وتبارك الله وصلوا عن بي رهما ماشيا في الطريق الصحيح وتبارك الله وصلوا عن بي وصلوا الواحد المراحل زوينا 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 بزاف التعلام يعني تبارك الله اللي شفتوا الخدمات ديالهم كيقولوا تبارك الله بانه هاد السيدات هادو رهما سينين هادي هما كيطرزوا هاد الشي ريش كيعجبني دائما نشجعكم البناس انو كاملين بينا كنحتاجوا التشجيع كاملين بينا الواحد منين كيكون شي حد كيشجعوه كيعطيك واحد طاقة زوينا واحد طاقة في هالحماس انك تحمسي انك تزيدي تخدمي وتعلمي وتعطيي مازال ومازال وهاد العريشات هادو فخدمتهم بالسنسلا يعني دقة احدا دقة كان نخدم دقة كان نخدم العرات كان نخدم دقة وكان عوداني ان ندير احدا هالخورا اه الطريقة اه مسائل باش خدمتها هاد البيديو الي فيه الطريقة باش خدمته الوريقات اوتلقاو فيه طريقة باش خدمتها elles المثلة هادو Court وتمنى ان شاء الله هالفيديو دياليومين الاعجاب ديالكم واللي ترجمو الأجفر بدول كيشทوي евحيان اش اشتركوا في القناة و انتلاقى معاكم ان شاء الله في فيديو اخر والى اللقاء شكرا